صحيح لغوي بسيط اذا تريد تقول انا وصلت الى بغداد بالعربي من نقولها بالانجليزي نقول I arrived in Baghdad not to Baghdad I arrived in Baghdad بالعربي نحن نقول انا وصلت الى بغداد او انا وصلت لبغداد لازم نقول I arrived in Baghdad فمرة تصير من تترجم هذه الجملة من العربي الانجليز مباشرة بدون مرور بالفلتر القواعدي السبب اشكالي لانه preposition اللي احنا نستعمل بالانجليزي هو in not to فاذا نريد نقول مثلا I arrived to London last week I arrived in London last week when did you arrive to Kirk تصير when did you arrive in Kirk I arrived to the city center soon تصير I arrived in the city center soon هذي كان مثال بسيط على واحدة من اشكالات اللي احنا نواجهها بالنتحدث انجليزي لكن بدون انه نفلتر الجملة ربي احفظكم موسيقى 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 موسيقى